اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح في الفيديو ده هشرح طريقة التقديم على منحة مقدمة من ساني كوريا والمنحة دي هتكون في كوريا الجنوبية لدراسة البكالوريوس وطبعا زي ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي تفاصيل ومميزات المنحة ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معايا كل ما يخص المنح هنيجي ننزل مع بعض هنا لتفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المستضيفة قوريا الجنوبية والجهة المنحة ساني كوريا سكولرشيب طيب المنحة دي مقدمة لدراسة برنامج البكالوريوس يعني لو انت طالب في سنة اقول جامعة افتانية افتالتة او حتى خريج وعايز تقدم على المنحة دي لدراسة البكالوريوس فانت ممكن تقدم على المنحة دي وكمان المنحة متاحة لجميع الطلاب من كل دول العالم وبيقول لك ان ما فيه سن محدد للتقديم على المنحة دي طيب اخر معادل التقديم على المنحة امتى? اربعة وعشرين يوليو عشرين عشرين يعني احنا في وقت الفيديو ده مثلا احنا النهاردة سبعتاشر ان شاء الله هيكون قدامك فرصة كبيرة ان ك تقدم على المنحة دي زي ما هنشوف مع بعض. هنيجي بعد كده للتخصصات المتاحة دي التخصصات اللي بتقدمها لك المنحة واللي احنا هنشوفها مع بعض واحنا بنملك طيب هنيجي المميزات المنحة هو بيغطي لك تكاليف الدراسة الجامعية كمان بوفر لك ساكن جميعي وكمان لو انت عايز تشتغل شغل جزئي اللي هو فانت ممكن تشتغل طيب بعد كده بالنسبة للاوراق المطلوبة هو طالب منك السيرة الزاتية او طالب منك صورة من اخر مؤهل دراسة حصلت عليه يعني لو انت مسلا في السنة اولى جامعة او تانية جامعة فانت هتقدم له شهادة السنوية العامة لو انت تخرجت بالفعل فانت ممكن تقدم له شهادة السنوية العامة وكمان شهادة التخرج بتاعتك كمان لازم تقدم له شهادة لغة انجليزية لازم تقدم له خطاب تحفيز اللي هو وكمان لازم تقدم له اتنين من خطابات التوصية طبعا كل الاوراق دي بتكون باللغة الانجليزية طيب انا هنا سعب لك الموقع الرسمي للمنحة انت ممكن تدخل عليه وتشوف كل البيانات والمعلومات اللي انا ذكرتها لك هنا ولكن انا هدخل معك مباشرة على رابط التقديم على المنحة عشان هو اوفر عليك وقت الفيديو هنيجي نضغط هنا على رابط التقديم على المنحة وبوشرة وهنا طبعا بعد ما فتح معنا الخاص بالمنحة طبعا لو انت كنت عامل قبل كده وعايز تدخل عليه مرة تانية فانت بتضغط هنا على ولكن احنا هنا مع بعض فاحنا هنضغط على علشان فاطر نعمل حساب جديد على موقع المنحة ده بعد كده هنا بيقول لك فانت هنا بتدخل بتاعك وتأكد ان هو يكون شغال بعد كده هنا انت بتكتب اسمك انت بعد كده بتكتب اسمك الرابع وبعد كده هنا انت بتكتب تاريخ ميلادك وبتضغط على وبعد كده بيطلب منك انك تكتب فانت بتكتب اللي انت عايزه بعد كده بتعمل فبيدخلك على طبعا علشان انا مسجل على قبل كده وعامل اكاونت فانا هنا هاجي هعمل وبعد كده هضغط على وهسجل بالاكاونت بتاعي وبعد كده هندخل ونشوف مع بعض هنملاس زي وبعد ما دخلنا على وعملنا بتاعنا هتظهر معك الصفحة دي طبعا انت مش هتلاقي دولة عندك علشان خاطر انا سجلت قبل كده زي ما قلتلك ولكن انت هتلاقي عندك هتضغط عليها بعد كده هتيجي هنا تفتح السهم وتختار انت عايز تدرس يا اما في فصل الخريف او في فصل الربيع مسلا تعال نختار مع بعض فصل الخريف وبعد كده نضغط على وبعد كده بيبدأ يديلك كل دي وكل دي انت مطلوب منك انك تملاها طبعا اي هتلاقي عنده النجمة دي فطبعا ده اساسي واجباري انك تملاها ولكن هنا هتلاقي مسلا حاجة زي او اللي هو دي مش عليها النجمة دي فانت هنا ممكن ما تملاهمش واحنا هنيجي نعد على كل من دولة واحد واحد ونشوفها يتملي ازاي اول حاجة هنا 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 بتلاقيه مدي لك الاسئلة والبيانات اللي انت لازم تدخلها بالنسبة ولكن قبل ما نعمل لازم نركز مع بعض هنا اللي هو مديها لك هو هنا بيقول لك ان كل او كل اللي هو مديها لك هنا لازم تتملي باللغة الانجليزية وزي ما قلت لك اي حاجة عليها النجمة دي فانت لازم تملاها وكمان بيقول لك انك لما تيجي ترفق الاوراق المطلوبة منك لازم تعملها يعني تعمل لها علشان خاطر الصورة تكون واضحة وكمان تعملها في صيغة طيب لما اجي اسمي الملف بتاعي هسميه ازاي هو هنا كاتب لك وبعد كده وبعد كده اسم الدوكومنت او بمعنى تاني انا مسلا اسمي ماريو والاسم الرابع بتاعي فؤاد يبقى انا مسلا لما اجي ارفع على سبيل المثال صورة من بيانة درجات بتاعتي فانا هكتب الاول فؤاد وبعد كده هعمل كومة بعد كده هكتب ماريو بعد كده هعمل او الشرطة دي بعد كده هكتب على سبيل المثال وكمان هو مدي لك مثال هنا طيب هنيجي مع بعض هنا الاول حاجة بيقول لك فانت هتفتح السهم مثلا هتختار فول عشرين عشرين بعد كده هنا بيقول لك هنا بيديلك زي الرغبات طبعا انا بمجرد ما اخترتي هنا فول عشرين عشرين فهو هنا بيقول لك ان هيكون اربعة وعشرين سبعة عشرين عشرين طيب لو احنا مسلا اخترنا مع بعض عشرين واحد وعشرين. فهو هنا بيقول لك ان هيكون اخره تلاتين نوفمبر عشرين عشرين. طيب احنا هنكمل مع بعض على اساس ان مش هتفرق. خلينا نختار مسلا ونكمل عليها. بعد كده هنا دي التخصصات. انت بتفتح السهم بتختار المجال اللي انت عايز فيه مسلا الاختيار التاني هتختار اللي انت عايزه مسلا بعد كده هنا بيقول لك طيب فانت بتفتح السهم هنا وبتختار نوع اللي انت عايز تختاره وممكن نختار هنا مع بعض بعد كده هنا بيقول لك يعني انت مقدم علشان تدرس من الاول ولا محول من الجامعة بتاعتك لجامعة تاني فانت هنا بتيجي بتفتح السهم وبتختار لو كنت او خلينا هنا مسلا اختار بعد كده هتضغط على وبعد كده بندخل على الجزء التاني في طبعا ده الجزء الخاص في فانا هعد عليه بسرعة لان دي بيانات عنك هو هنا طالب منك اسمك واسمك الرابع بعد كده هنا مسلا في الادرس طالب منك العنوان بتاعك فانت بتدخل العنوان بتاعك هنا وزي ما قلنا انت بتروح على جوجل وبتكتب زائد اسم المنطقة اللي انت عايش فيها او المحافظة اللي انت عايش فيها بيطلع لك رقم وبتيجي تكتبه هنا هنا بعد كده بيقول لك لو انت عايش في مكان غير المكان اللي انت كتبته هنا فانت بتدخل العنوان بتاعك الحالي ولكن لو انت عايش في نفس المكان فانت بتضغط على بعد كده بتيجي للجزء الخاص بي انت هنا بتدخل رقم تليفونك بعد كده هنا بتختار بتاعك وبعد كده تاريخ ملادك انت بتلاقي مكتوب هنا بعد كده هنا انت بتختار الجنسية بتاعتك وفي حالة انك عندك جنسية تانية فانت بتفتح السهم وبتختار الجنسية تانية لو ما عندكش انت بتسيبه فاضي بعد كده هنا هو بيقول لك هل انت طالب من دولة لاتينية فلو انت مسلا من دولة لاتينية بتختار ياس ولكن اتوقع اللي بيتفرج على الفيديو ده بيكونوا ناس من العرب فانت هتختار وبعد كده لو انت حابب تجاوب السؤال ده انت ممكن تجاوبه لو انت مش حابب تجاوب السؤال ده انت ممكن ما تجاوبهوش بعد كده هتضغط على بعد كده جزء التالت في وهو طبعا انت هنا بتيجي بتضغط على وبتكتب مسلا اسم والدك بتكتب الاسم الرابع لوالدك. وبعد كده هنا انت بتكتب اللي هو مسلا و لو انت بتكتب معلومات عن والدتك فانت بتختار مظهر لو انت بتكتب معلومات عن اخوك فانت بتختار على حسب أو العلاقة اللي بتربطك بالشخص اللي انت دخلت بيانته هنا فانت بتكتب وبعد فتضغط على بعد كده بنيجي هنا للجزء الخاص هو هنا بيقول لك اول حاجة بالنسبة لجوزء او البيان الشخصي بيقول لك يا ريت ترفق لنا صورة مع بتاعك. وكمان بيقول لك انك في انت هتبدأ تتكلم عن الدراسة بتاعتك وايه هي الانجازات اللي انت حققتها خلال فترة الدراسة. وكمان بيقول لك لو انت كان عندك الجابير دي اللي هي لو انت مسلا بتدرس في الكلية بتاعتك وبعد كده انت اخدت سنة عجازة في النص فهو هنا بيقول لك لو انت فعلا عندك جابير فانت بتفتع الساهم هنا وتختار ياس لو لا بتختار وبعد كده بتبدأ تكتب المقال بتاعك هو هنا بيقول لك اكتب ستمائة خمسين كلمة ما تكتبش ازيد من ستمائة خمسين كلمة يعني ممكن تكتب كمين من مسلا بحد ادنى ستمائة كلمة هيكون الموضوع بتاعك مزبوط ومفوش اي مشاكل بعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي للجزء الخاص بي طيب هو طالب منك ايه في هنا هو بيقول لك هتيجي هنا عند وهتضغط على بعد كده هتبدأ تدخل بيانات الخاصة او الجامعة اللي انت كنت بتتعلم فيها هنا هتكتب اسم الجامعة هنا تختار الدولة اللي كانت فيها الجامعة وهنا اسم المدينة اللي كانت فيها الجامعة وبعد كده اسم المحاوزة اللي كانت فيها الجامعة وانت حضرت في الجامعة دي من وإلى يعني سنت التحقق بالجامعة ايه سنتخرجك من الجامعة ايه على سبيل المسال وبعد كده هنا بيقول لك الوفل فانت بتفتح السهم هنا. بتختار مسلا لو انت يعني تخرقت من الجامعة بتاعتك لو انت هاي سكول فانت هنا بتختار المدرسة السنوية بتاعتك. لو انت مسلا مازلت في فترة فانت بتختار طبعا هنا بالنسبة لو انت مسلا مش طالب جماعة وانت في مدرسة سانوية فانت هنا بتيجو بتكتب اسم المدرسة السانوية دي. بعد كده هنا هو طالب منك صورة من بيانة درجات بتاعتك او اللي هو كشف الدرجات سواء انت طالب خلصت السنوية العامة فانت هنا بتيجو بترفق لهم صورة من شهادة السنوية العامة لو انت فعلا بتدرس فانت ممكن برضو ترفق لهم صورة من شهادة السنوية العامة فقط لو انت خريج زي ما قلت لك بترفق لهم صورة شهادة السنوية العامة وكمان بترفق لهم صورة التخرج بعد كده بتضغط على وبعد كده بتضغط على بعد كده بنيجي للجزء الخاص طيب في جزء هنا هنعمل ليه? هنيجي هنا ونضغط على يعني انت هنا بتدخل بيانات شخص هو هيكون واسع عليك. بتيجي هنا في اول حاجة بتفتح السهم وبتختار اللقب بتاعه. بعد كده هنا انت بتكتب اسمه وبتكتب اسمه الرابع وهنا المكان اللي بيشتغل فيه وهنا او اللي هو المسمى الوظيفة بتاعه. بعد كده هنا بتكتب رقم تليفونه وبعد كده هنا بتكتب بتاعه وبمجرد ما بتقدم على المنحة هم بيبعتوا الورسالة على الايميل بتاعه وبيقولوا ان المتقدم او الطالب ده قدم على المنحة بتاعتنا وكمان هو كتب البيانات بتاعتك ازر او كشخص واصي عليه فاحنا طلبين منك انك تتكلم عن الشخص ده ولزلك قبل ما تفكر انك تكتب معلومات اي شخص هنا فانت لازم تروح وتتكلم معاه وتفاهمه المنحة دي عبارة عن ايه وتفاهمه انت مقدم على ايه علشان خاطر لما يجي يكتب لك حاجة في خطاب التوصية يبقى هو فاهم هيكتب ايه النقاط المفروض يكتبها وبالتالي يكون سبب من اسباب قبولك في المنحة بعد كده هنا بيقول لك يعني هنا انت ممكن تكتب لهم ان الشخص ده مسلا دكتور جميع عندك في الجامعة او الشخص ده مسلا انت كنت بتتدرب معاه في شركة معينة وهكزا بعد كده بتضغط على بعد كده بتضغط على بعد كده ده الجزء الخاص لو انت كنت مشترك قبل كده في اي اعمال تطوعية لو انت مسلا روح تتدرب قبل كده في مكان معين لو انت حصلت علي شهادات كورسات من اي مكان تاني فانت هنا بتيجي بتضغط على وبتبدأ تدخل البيانات الخاصة بالجزء اللي انت حصلت عليه على الشهادة دي مسلا او على النشاط ده من المؤسسة دي بعد كده بتعمل وبعد كده بتضغط على بعد كده هنيجي للجزء الخاص هو هنا بيقول لك انت عندك حرية الاختيار انك تكتب مقال او ما تكتبش وكمان هو بيقول لك هنا انك لو ما كتبتش المقال ده هو مش هيأثر عليك سلبيا يعني هو من نفسه اكتب لك انك لو ما كتبتش المقال ده مش هيأثر عليك سلبيا طيب هو هنا مدي لك مجموعة من المقالات هو هنا بيقول لك اختار اي مقال من المقالات دي انت عايز تكتب فيه ويبدأ اكتب عنه فيما لا يقل عن ستمائة وخمسين كلمة فانت هنا بتيجي بتختار او الموضوع اللي انت عايز تتكلم عنه. يعني على سبيل المثال هنا هو بيقول لك انك ممكن انت تتكلم عن بتاعتك. ممكن تتكلم عن اللي هي الشخصية بتاعتك. تتكلم عن اهتماماتك. تتكلم على الحاجات اللي انت مهوف فيها. هو هنا بيقول لك هنا بيقول لك ممكن تشاركنا بقصة ليك. من خلالها مسلا استخدمت كل المهارات والهوايات او المواهب اللي عندك قدر تتحقق قصة نجاح. هو طالب منك انك تكتب بالشكل ده ستمائة خمسين كلمة. لو انت مسلا مش عايز تكتب في الموضوع ده ممكن تكتب في الموضوع التاني ممكن تكتب في الموضوع التالت. بتختار الموضوع اللي انت عايزه وبتبدأ تكتب فيه. ولو مش عايز تكتب ولا واحد خالص هو هنا بيقول لك ان هو مش هيأثر عليك سلبيا. بعد كده بتيجي بتضغط على بعد كده هنا ده الجزء الخاص بي انت هنا لو عايز ترفق له اي شهادات اي حاجات انت حصلت عليها. بترفق له هنا برضو الاوراق اللي مطلوبة منك. بتيجي بتضغط على وما تنساش الطريقة اللي احنا قلنا بها. هنكتب اسم الملف. زي ما قلنا هتكتب اسمك الرابع. بعد كده قوم هتكتب اسمك انت. بعد كده هتعمل شرطة وهتكتب اسم الملف. يعني مسلا لو لو مسلا سي في هتكتب سي في وهكزا. وبعد كده بتضغط على عشان خاطر تحمل كل ملف من الملفات اللي انت بترفقها. بعد كده هتضغط على بعد كده هتنيجي هنا الجزء مهم في بتاعنا هو جزء وعايزك تركز هنا معايا. اول حاجة هنا بيقول لك يعني انت من الاخر هتيجي تضغط على ده عشان خاطر تملى الفورم الخاص بالمنحة. بعد ما بنضغط على ده بتفتح معك الصفحة دي. طبعا بتلاقي هنا كل البيانات دي مكتوبة. لو جيت انت مسلا تفتح اي سهم من دولار مش بيفتح معك. ولكن بداية من هنا احنا هنملأ البيانات بتاعتنا. اول حاجة هنا بيقول لك هل انت مقدم على منحة الاخوة فانت هنا بتيجي بتفتح السهم وبتختار بعد كده هنا بيقول لك هو هنا طالب منك ان تكتب ستمائة خمسين كلمة. طيب ستمائة خمسين كلمة دولار عن ايه? هو بيقول لك هنا اكتب لنا تاني عن ادائك الاكاديمي. يعني ادائك في الجامعة بتاعتك اكتب لنا هنا عن ظروفك المالية وانت ليه عايز تاخد المنحة دي? وكمان بيقول لك اكتب لنا ايه هي المؤهلات وايه هي الصفات اللي تخلينا احنا نقبلك في المنحة دي. فانت بتبدأ تكتب هنا ستمائة خمسين كلمة عن الموضوع او الحاجة اللي هو عايزك تتكلم عنها. بعد كده هنا بتيجي وبتكتب الامضة بتاعتك. هو هنا بيقول لك اكتب اسمك رباعي اللي هو فانت هنا بتيجي وبتكتب اسمك وبعد كده بتضغط على سميت لو انت خلاص كل الحاجات اللي انت كده بتاعها هنا متأكد منها ومش عايز تراجعها تاني. ولكن لو انت عايز ترجع لها في وقت تاني هتصحح حاجة او هتضيف حاجة فانت بتضغط على بعد كده بنرجع للابليكيشن بتاعنا وبنضغط على وبيفتح معاك الفورم ده هنا طبعا انت البيانات دي بتلاقيها موجودة من الاول لان انت ماليتها وانت بتكتب بتاعك. هتيجي من اول هنا طالب منك برضو تكتب ستمية وخمسين كلمة عن الدراسة بتاعتك. مستوى كان عامل ايه في الدراسة? هتكتب عن ظروفك المادية. وبرضو انت ليه مؤهل انك تاخد المنحة دي. بعد كده هنا بتيجي بتكتب اسم مسلا والدك او اسم والدتك. انت هنا بتبدأ الاول بالاسم الرابع. بعد كده هنا انت بتكتب الاسم الاول. بعد كده رقم التليفون. بعد كده الايميل. بعد كده هنا بتكتب مسلا الفاظر. وبعد كده انت هنا بتيجي وبتكتب اسم المصمى الوظيفي. بتكتب هنا الشركة اللي هو شغال فيها. وبعد كده هنا بتيجي بتملق البيانات الخاصة بالدخل. طبعا هو هنا بيقول لك كم لهم بالدولار. بعد كده هنا بيقول لك عدد الافراد مسلا اللي بيعتمدوا على والدك. يعني اللي هو اخواتك ووالدتك مسلا. فانت بتعدهم وبتكتبه هنا. وبعد كده هنا بيقول لك اللي هو انت بتقدم له اثبات مالي للمرتب او مفردات مرتب والدك. او والدتك. وبعد كده هنا بيقول لك لو انت بتقدم له اثبات ان ده مسلا والدك. بعد كده هنا انت بتيجي وبتعمل الامضة بتاعتك. ولو كنت خلصت كل البيانات فانت بتضغط على لو انت عايز تحفظها الوقت تاني بتضغط على بعد كده بنرجع بتاعنا وبنضغط على كونتينيوم. وبعد كده بنيجي في الجزء الخاص بالسيرفي هو هنا كل اللي عايز يعرفه منك انت عرفت عن المنحة بتاعتهم ازاي? ده هو من خلاله عايز يفهم الناس بتشوف المنح بتاعتهم على اي موقع او اي وسيلة. بعد كده بتختار الاختيار اللي انت عايزه بتضغط على كونتينيوم. وبعد كده بنيجي للجزء الخاص ب اول حاجة هنا بيقول لك انت ممكن تغيره من هنا. بعد كده هنا انت بتكتب اسمك كنوع من انواع او الامضة. هنا بيقول لك فانت هنا بتكتب اسمك رباعي وبعد كده بتضغط على وبعد كده لو عايز تراجع المعلومات اللي انت دخلتها في بتاعك فانت بتضغط هنا على وبعد كده بيكون عندك زرار فانت بتضغط على وبكده انت تكون قدمت على المنحة دي. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التقديم. ولو لسه عندك اي صفصرة واي سؤال ممكن تسيبولي في كومنت وانا هرد عليه. ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل دعما منك الجود اللي احنا بنحاول نقدمها. ولو مش مشترك في القناة فيشترك فيها. عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. وشكرا.